بشيو البرلمين بشي شكلو كتلة. على قليل. ما نخيالش بشكون مع حركة خمسة وعشرين جويلية. الايه مبعد اذي شو مري تبدل كي ما قلت ايه مبعد ايه شو تبدل شيراء اصوات. ايه شيراء الاسوات موجود. او سيداح ما تشفت رحكيها اراو. كانوا معانا في الساعة اللولانية اراو يلزمنا نرجو. قالوا رئيس جمهورية. قالوا رئيس جمهورية. هذا مشارك قالوا رئيس جمهورية. لكن هذا شارك وعدلنا بالضبط الخروقات واشنية هالخروقات هذية. معناها امر غير طبيعي انه جي من ما سمي ما سمتوا الناس وما حباش. اه كبير الكبير المفسرين. نعطيك اه هشامو بعد اجيك. كبير المفسرين الذي علمهم التفسير انا قلتها كما الذي علمهم السحر. شوف معزرة واحنا كنا في احزاب كي ندخل انا على الطيار الديمقراطي. مانيش مستقل. راني ما نجمش نعمل الحب. عندي هياكل تراقبني. المكتب السياسي. والمجلس الوطني. والمؤتمر. والمنخرتين. معناها نحاول نعطي صورة ايجابية على الحزب متاعي ونلتزم بالخط السياسي متاعه. كي تبدأ مستقل. كل واحد على روحه. بالعكس هو يستغلك الفترة النيابية متاعه. بش يحق مصالحه. وده راح نرينيها في برلمانت 2019. المستقلين كيفاش كانوا يتلاعبوا بيهم الكتل. معناها في بحضية سرحان. معناها البلوزوفران. البلوزوفران موجود توا. بطريقة اخرى. دونك ما قطعناش. مع سلبيات البرلمان السابق. بالعكس زدنا كرسناها. خطرته ما عاش ناجم تحاسب اه معناها متارشة. كيفاش مش تحاسبه. تي احنا التوين سنهارت الانتخابات كنا اللوجو على نسبة المشاركة فقط. نسبة الاقبيل فقط. لنعرفوا. قلناش يسألنا شكوني الكتل. شكوني الاحزاب الممثلة. ما نعرفوا ايش. وبالحق كي شد دينا ورقة وصيل وكينا نحسم. نحسم القاوم متين ولا تثمية واحد. بل اي معنا ليتصر الشعب تو يدخل معنا بعد منذ قليل. قدش اعطاهنا ابتسام. وقت اللي بدينا هنحضره في الحصة. اه ليينتصر الشعب تقريبا دي ما نقوله ارقام تقريبية اربعين. اربعين. معناها ليينتصر الشعب اربعين. هذو ما تقوى مئة ومئة وعشرين. بيه. وحركت الشعب تقريبا بين فما شكون قال اكثر من ثلاثين الدخل معنا البرح بالتليفون. فما شكون قال اكثر من عشرين. دوك ما بين عشرين وثلاثين. هذو ما فاتوا المية خمسين. هين هم قدش المشتخلين لبقية الكل ما نعلم. اليوم اكثر من نتخيل من من المترشحين تحركة الشعب بيه. سرحان ايه كيفيش تهو اليوم اليوم عادة تن. حركة كونس الامام ما حسبنا هاش. توفى تونس. توفى الانتخابات نعرفو عادة تن الحزب الفائز بالانتخابات اش كون باش يعمل الحكومة اش نية الكتل وتصير تحالفات مبعد كما صار ما بين نداي تونس وحركة النهضة. هي اليوم في المشهد هذي يقول كيفيش بش نعرفو البرلمان ان هو بمتاعه اليوم. يعطيني شوية وقته وبش نفهمه بعد. نعطيك بش في السرح. ايه وبعده ونرجع سيخلولي. يانو فما نقطة احكي عليها معز قبيلة مهمة جدا. شوف منع السياحة البرلمانية هذي مسألة مستحيل. اذا كان بش تمنع السياحة البرلمانية بنص قانوني بالنظام الداخل البرلمان او بنص الدستور انا نقول لكم انتور ايه عملية مستحيلة. اذا تكتب داخل نص قانوني انه كل نائب يخرج من كتلة برلمانية ما عندوش الحقي انت من الكتلة اخرى ارى وعندهم حلول اخرى. يخرج من الكتلة البرلمانية ده يدخل في كتلة غير معلن عليها قانونين. وبالتالي فاني كنتي بش تلقى بش تلقى انفسام في مستوى المشهد.